اشتركوا في القناة وحث اسمه على ضرورة الاهتمام بوحدة الموقف والكلمة وأن يلتق الجميع على هدف واحد وهو مصلحة هذا الوطن وشعبه وحمايتهما من المخاطر والتحديات وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقسل قضيبية صباح اليوم عددا من أعضاء مجلسي النواب والشورى وعددا من المسؤولين بالمملكة وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تحقق في مملكة البحرين على كافة الصعود السياسية والاقتصادية منوها سمه بأداء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وما حققه من منجزات على الصعيد الرقابي والتشريعي والخدمي لافتا سمه إلى أن الحكومة ستواصل سعيها الدؤوم للدفع قدما بمجالات التعاون الحكومي البرلماني ليظل هذا التعاون علامة فارقة في المسيرة البرلمانية وحيا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الكفاءات البحرينية وما تطلع به من دور بارز ومحوري في المسيرة الوطنية مؤكدا سموه بأن رهاننا على العقول الوطنية المبدعة فالإنسان دوما هو سر تقدم الأمم وأساس محضارتها لافتا سمه إلى حرص الحكومة على تهيئة الظروف والأسباب التي توفر البيئة المواتية التي تحفز الكوادر البحرينية على الإبداع والتميز وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن راحة المواطن هي أقصى الطموحات الحكومية والهدف الأسمى لاستراتيجياتها ومشاريعها مشددا سمو الحرص على الزيارات الميدانية للمشاريع والمناطق للتأكد من كافة الخدمات الحكومية في مختلف القرى والمدن وضمان حصول المواطن على أرق الخدمات وأعلاها جودة وقال اسمه أن أهالي القرى والمدن هم أهلنا وراحتهم من راحتنا ويهمنا أن نضمن لهم العيش الكريم والبيئة الخدمية المتطورة التي يطمح إليها كل مواطن ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة